السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم حبيبي عاملين ايه يا رب تكونوا بخير النهاردة جالكم فيديو جديد باذن الله يعجبك جدا لو انت لسه جديد عندي حطي لللايك كده واشترك في قناتي وباذن الله تطلع مستفادة علشان باذن الله وصلك مني كل جديد تعالوا كده نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف اول فكرة معانا ايه هي الفيديو مليان خلطات واصفات وحاجات كتيرة جدا جدا هترايحك في بيتك تعالوا كده مع بعض نشوف اول فكرة معانا ايه هي اول فكرة معانا هنجيب كده طبق فاضي وهنحط فيه شوية كده من كربوناتو السوديوم وكمان شوية صغيرين جدا من الفانش يعني حوالي نص معلقة كده من الفانش على نص معلقة من كربوناتو السوديوم طبعا لو انت حابة تزود الكمية بتزود يعني خالص واي حاجة عندك بقى فيها ريحة حلوة يعني شوية من الدونة شوية من المعطر شوية من الازازة اللي انا جايبها دي دي بسبعة جنيه ونص فيها روايح كتير جدا حلوة جدا وعملية اوقات بمسح بيها اوقات بحطها على الخلاطات بتاعتي عملية وحلوة وكمان رخيصة تعالوا بقى كده مع بعض نشوف خلطتنا هنعمل فيها ايه كمان هنجيب كده شوية صغيرين كده من البريل مش عايزين نزود بريل كتير علشان خاطر ما يبقاش في رغاوة كتير وهنحط كباية كمان من الميا بس كده يا ست الكل الوصفة دي بقى هنعمل بها ايه تعال يا ست الكل بجد عملي كده وقدام حنيكي الوصفة دي هتبهرك وهتشوف ان شاء الله نتيجة حلوة جدا هنقلب كده المكونات اللي احنا حطناها دي مع بعض حطينا نص معلقة من الفانيش على نص معلقة من كربونات السوديوم على نقطتين تلاتة كده بس من البريل على اي حاجة زي ما قلتلك لها ريح حلوة وهنقلبهم كده كويس جدا مع بعض الحد بس مكربونات السوديوم تدوب علشان ما تبقعش معانا تمام جدا كده يا ست الكل هتروح يبقى كده عند الانتري او عند المراتب او عند اي حاجة عندك فيها بقع بالنسبة للمفروشات وصفة بجد جبارة زي ما انتو شايفين طبعا المرتبة عندي شكلها بشع وفيها بقع كتير جدا تعالوا بقى مع بعض وعملي كده قدام عينيكو هنشوف هنعمل ايه انا اللي معايا دي سبونشة سبونشة بس ما فمش عليها بقى آآ حاجة خشنة ولا اي حاجة يدوبك بس كده سبونشة بس وبتمشي على البقعة بالطريقة دي زي ما انتو شايفين طبعا قدام عينيكو انا ما عفصلتش الكاميرا ولا اي حاجة خلطة بجد جبارة في بنات كتير جدا سألتني آآ على المراتب والانتري وكده فالخلطة دي انسب خلطة واحسن خلطة ممكن ان انت تجربيها وجيب معاك نتيجة فورية كده في ثانية اوام اوام بتحط كده بتبلي اللي سبونشة وبتمشي كده على على المرتبة بس يعني للاسف يعني مش كنت متحكمة قوي علشان خطر الحامل بتاع تلفون كنت حطها على المرتبة وبيتهز فزي ما انتو شايفين الخلطة بجد حلوة جدا جربيها هتعجبك تعالوا بقى على الفكرة اللي بعد كده لو انت عندك اطفال آآ في البيت وعندك المعالي اللي هي المسطحة دي ما فيهاش اي تجويف ولا فيها اي حاجة آآ اوقات كتيرة جدا الاطفال ما بنجي ناكلهم في المعلاقة اللي زي كده ما بنعرفش ناكلهم وكمان هما كمان لما بيحبوا يعود معنا على الصفرة بيمسكوا مسلا المعلاقة وعايزين ياكلوا هما لوحديهم تعالى هقولوكو على حركة بسيطة جدا هتعملوها في المعلاقة هتساعدكو ان انتو تتاكلوا اولادكو او هما كمان ياكلوا لوحديهم لو هما سنهم كبير شوية آآ بكل بساطة وكل سهولة وكمان لو المعلاقة مسطحة آآ هتشيل الاكل بكل بساطة ومش هيقع منها زي ما انتو شايفين كده انا عملت في المعلاقة آآ انحناء بسيط زي ما انتو شايفين الطريقة دي حلوة جدا لو انت عندك اطفال حابين ياكلوا لوحديهم او انت عندك المعالق المسطح دي ممكن ان انت تعمليها بالطريقة دي طريقة حلوة جدا جربيها تعجبك تعالوا بقى على الفكرة اللي بعد كده الفكرة دي بجد حلوة جدا وناس كتيرة قوي قوي شكرت فيها هتقضي على الفران بتلت حاجات بس موجودين يمكن نقول في كل بيت هجيبي كده معلقة من الجبس الجبس لو انت مش عندك موجود في البيت ممكن تجيبي بخمسة جنيه من المغيرة كمية كبيرة جدا هيقضيك كتير جدا طبعا انا بقول بالمعلاقة انت ممكن تزودك كمية على حسب الحالة اللي عندك كمان معلقة هرمية من آآ ماء من آآ آآ بودرة اللبن بودرة اللبن نيدو او اي نوع عندك وهتقلب كده المكونين دول كويس جدا مع بعض بودرة اللبن بقى مش عاوز اقولك بتبقى حلوة جدا ان الفران بتروح جدا على ريحة البودرة دي والجبس طبعا بيعمل تلبك معه للفار وبيموت في ساعتها وهتجيبي كده معلقة من السكر وهترشيها على المكونين اللي احنا قلبناهم بالطريقة دي احنا مش هتقلبيهم معاها انت هترشيهم كده من فوق علشان خاطر يجذب الفار ان هو يجي وياكل من الحاجة اللي محطوطة دي طبعا احنا قلنا آآ الجبس وكمان آآ بودرة اللبن ومعلقة كده من السكر وهتحطيهم كده في حاجات صغيرة وهتحطيهم بقى ما في المنوار في البلكونة في اي مكان بيتخلك فيه منها الفران وينسي الفران نهائيا تعالي بقى على الفكرة اللي بعد كده التوم هقولك على طريقة حلوة جدا لتأشيره وسهلة جدا كده وهتريحك كمان هتفصصي التوم بالطريقة دي زي ما انتم شايفين كده هتبعدي بس كده الفصصان بعضها وهتجيبي اي حاجة عندك بقى ممكن ان انت تدقي بيها ممكن كوباية ممكن اليد بتاعة الهون اي حاجة ممكن انت تدقي بيها وهتدقي بس كده يعني بحاجة يعني بطريقة بسيطة جدا مش هتتدقي يعني على التوم كتير ولا حاجة زي ما انتم شايفين طبعا آآ يدوبك واس التكيت كده على التومة بطريقة بسيطة التوم كله فتح معي بالطريقة دي وبتقدر ان انت تقشره بكل سهولة وبكل بساطة من غير اي تعب ولا مجهود منك زي ما انتم شايفين كده التوم فتح معينا في سانية طريقة حلوة جدا اعتمديها هتلخص معك اجامد في الوقت تعالوا بقى على الفكرة اللي بعد كده هنجيب المعجون هنحطه على البريلي طبعا هنحط المعجون على البريلي ليه بكاد الوصفة دي جبارة تعالوا بقى هقول لك يا سبت الكل هتعمل ايه بالمعجون والبريلي هنحط كده آآ حوالي نص معلقة من المعجون وكمان نص معلقة من البريل وهنجيب نص لامونة كده هنقصرها كمان على الخلطة بتاعتنا دي تمام جدا كده وهنجيب بقى كمان آآ يعني حوالي معلقة كده آآ من آآ من نقلب بقى المكونات دي مع بعض شايفين بقى الفوم اللي تعمل ده بجد وصفة جميلة جدا جدا هتريحك جدا في البيت هتدنك تقلب كده للمكونات دي مع بعض طبعا بتزود الكمية على حسب احتياجك هتيجي بقى كده يا سبت الكل عند التصاط عند الحلل عند اي حاجة عندك آآ فيها اتساخات حلوة جدا جدا الخلطة دي وبالسلكة كده وياتبك بس كده هتمشي السلكة على الحاجة بتاعتك بالطريقة دي زي ما انتو شايفين كده انا بس هوريكم نص الحلة بقى شكل عامل ازاي والنص التاني شايفين بقى الحلة فتحت معايا ازاي طريقة حلوة جدا 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 جربيها هتعجبك تعالوا على الفكرة اللي بعد كده الفكرة دي برضو حلوة جدا لو انت عندك زي ده صغر كده على بنتك ومش محتاجية هقولك على فكرة حلوة جدا تعمي ليها بيه مش هترميه ولا هتركينيه في الدولاب طبعا لو انت مش عندك حد ان انت تدهوله يعني مسلا بنت اختك كارتك اي حد ممكن ان انت تدهوله لو مش عندك ومركون كده في الدولاب ملهوش اي لازمة تعالي هقولك بقى هنخلي لي لازمة وهنعمل بيه طريقة حلوة جدا هتجيبك كده بتاعك تتنيه على بعض بالطريقة دي وهتيجي كده من عند من فوق بالمقص كده وهتقصي اهو تمام جدا كده هتقصي بالطريقة دي اهو زي ما انتوا شايفين كده الحتة اللي فوق دي احنا مش محتاجينها ممكن تعملي بها اي حاجة هناخد كده الحتة اللي تحت اللي احنا قصناها دي زي ما انتوا شايفك كده وهيبقى بقى معصم يصدت الكل حلوة جدا جدا والله شكله شيد جدا وكمان مش هيباني ان انتي اه اه عاملاه بشراب ولا اي حاجة زي ما انتوا شايفين كده شكله حلوة قوي جربي الطريقة دي حلوة جدا وشكل الشراب بجد اه حلوة قوي وكده افكار تكون خلصت بتمنى تكون استفدتي ومع